أعلن المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات استمرار عملية فرز أصوات المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024 وأنه تم غلق 30 مقر لجنة انتخابية عقب غلق باب التصويت بها واستمرار العمل في 107 مقرات انتخابية وخلال مؤتمر صحفي عقده بغرفة عمليات الهيئة الوطنية أضف بنداري أنه تم فتح جميع مقرات اللجنة الانتخابية والتي كانت آخرها لجنة لوس انجلوس في الولايات المتحدة والتي بدأت تصويت فيها اليوم الثالث والأخير بتمام الساعة السابع مساء بتوقيت مصر وتعد نيوزيلندا أول دولة بدأ فيها الفرز باعتبارها أيضا أول دولة تم تصويت فيها خلال اليوم الأول المحدد للانتخابات منذ ساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء بحسب توقيت كل دولة وبدأت عملية فرز أصوات مصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024 في عدد من اللجان الفرعية من أصل 137 لجلة في 121 دولة حول العالم وذلك عقب انتهاء اليوم الثالث والأخير من عملية التصويت التي تمت على مدار أيام الأول والثاني والثالث من ديسمبر وأشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على أن إعلان النتائج من اختصاصها فور انتهاء فرز أصوات داخل تم غلق 30 مقر ويعمل حتى الآن 107 مقر وفي الساعة الحالية تم فتح كافة المقرات المحددة وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات ويؤكد على مشاركة كافة المواطنين المتواجدين في خارج جمهورية مصر العربية بفعالية هذا الأمر ينم على الوطنية